بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في قناة البيداء برنامج علوم الرجال حيث يشرفنا أن نلتقي بالشيخ أحمد بن علي بن عمر البطحري حياك الله الشيخ أحمد مرحبا حياك الله الله يحييكم كيف حاركم الحمد لله عصاكم طيبين الحمد لله خباركم خبار خير وعافية شاء خبار مجيد الحمد لله عياكم الله الله سلم يا مرحبا عيا الله الشيخ أحمد مرحبا الشيخ أحمد هذه القناة حقيقتنا البيداء تحاول أنها جاهدة وساعية في مثل هذا البرنامج اللي هو علوم الرجال تستطيف الشيوخ والوجهاء والأعيان والناس أصحاب الخبرة اللي عندهم خبرة وتجارب سابقة فاليوم نحن جيناك الشيخ أحمد وانت فيك الخير إن شاء الله تحدثنا عن تجربتك أول سفرة يوم رحت من هنا من محافظ ظفار طبعا متجه إلى الخليج جزاكم الله وحياكم الله الله يحيا نعم نحن كنت صفري الأول صفري الأول صفري الأول كنا نلتقى هنا واحد بيته ماشيني اسمه سيل بن كير صفري الأول وقال لي بيروح ظفار وقال لي بيروح ظفار أخذ قوات قلت لك بيروح معك رحنا بيتهنا بدهاري والصبح رحنا الحصن مكان الحكومة اللي كان فيه الله رحمه حمود بن حمد التلقى فيه الله يرحمه نائب اقفاء نائب وإقفاء حصلت حصلنا حصلنا عنده وجوه حد مشيخان خبرنا قلنا نريد الدواج صاحب يعطي قواز وانا قال لي من بعطي قواز غير ذلك انت مع ابوك واخوك يعطيك قواز مع بعض حاولت حاولت فيه حاولت فيه حاولت فيه ما حصل ما حصل شيء ارجعنا يوم ارجعنا فقرنا وصاحبي يعطيه قواز حد ونسافر نحن نقول لنا حرمها بطهرية في سطح حرم عندها يكون عندها رأس مهل قد يكون عندها بطايع يكون الناس أهل السفن يجوه بطايع ونذهب عندها بتعبرنا إلى الدواج سدنا وروحنا من هناك وروحنا العاصر العاصر والصبح قلنا مربع بطايع ومن مات فضلنا سوب سطح وقلنا في المصر وما يعقلها انطاع ماء حد منها الخير خدمها يشربوا منها الناس بين مرباط وستطح بين مرباط والسطح في النصر حصلنا قلم بطايع حلبنا بطايع وشربنا وروحنا بطايع فوق السطح من فوق فوق العقبة والصبح نزلنا حصلنا الرجال عند المسجد وقلنا قلت لي روينا الحرمة أريدها أرسل الولده عندي حصل الحرمة في البيت عند دوري فوق عند مربعة ومترسة بطايع سلمت علم الباب ردتي للسلام وما نجدتني وقفتني على الباب على الباب ساعة شابتني ما تغط قالت انت بل من انت قلتني بطري قالت دخل ساعتني أعطيك ملابس وأعطيك أعطيك أعطيك عند هلاك تكون مسافة قلت لا أريد أن أسافر قالت زين روح عند صاحبك بعشوكم هنا ورجعت وأنا راكب من فرحة حتى من شأن أبشر صاحبي كم الشيخ الله رحم الله رح قالت الكاه مشي كلينا تمر فساعة جارجال لساحب الشان جاء خبرته خبرته قال هذا الأولاد ده بصره هناك طبقوا بفصهم قال انت بذلك عبرتهم لبصر الدبي ومصروه عبرتهم مصروههم كي صار الله خير كان على صاحبه ووصلهم للنك وعطاني كل واحد كنبل هذه المرة عندنا فيه الظهار ما نقعود وندحوه كل واحد مساعدة قال حطهم تحت الخن تحت ما ذكرته قادم موتنا نحن ميتين قادم موتنا نحن الناس قادمون الأن الصبح وصبحنا مقابلت قليلا قدلنا ثلاثة ايام من رابعة وصبعاً في دبي في دبي في صور نزلنا في بيته كان يومين بين يومين أو ثلاثين عام فأنا عمو بيرو حدوي حطنا معابو وصافي وصافي فينا قال إيه قارتي داع أحمد يليد شي يعطيه قال الحمد لله ما شغلت شيء أسكدهم الله خير الله يحلها وصلنا الدبي وصلنا الدبي وقرأنا سمعنا صنطوق في الدبي مطعم ورحنا له على صوص صنطوق ورحا تجينا حصلنا واحد بنعمه بنعم ساحبي هناك هو شغال في الشارقة وقضينا بعد ما تقضينا قال لا اذهب معي اقضمي في الدبي بعد شهر قلت لنا بيرواني بسافر كطار بسافر كطار حاول فين بعدين مطعة رحوهم وأنا رجعت اللينكي والصبح رجعت المطعة حصلت واحد بجعبوا كانوا أبو صديق أبو ومن تعرف سألني من نفسي خبرته من نفسي تقدير ما تقديرنا سألني قلت لنا بيرواني قطار قال لي الناس الحين قايين كلهم من قطار من السعودية ما احد حازلوا شغال أغطى لك تروح عندي بضم في القيش وانت تريد تروح أنا بعطي الخردة والخردة تلاق فيها وانت تروح وانت تروح وانت تروح وانت تروح وانت تروح وانت تروح كثير تدربت تدربت لأنه حصلت لأن الناس لم يكن لديهم لديهم من خصم القيش ودربوني دربوني أسبوعين الشباب يعني الشباب هم في القيشهم وعرفوا أحدهم بحقم وظائف صغيرة وانجح واحد يريد أن يقضي الله الرحمه يسمى أحمد سعيد بن حدي رش كان هناك راح عنده واحد وكيلة يأمني هارقه وقا فيه عندي وخذ لي تدري بعدين رأى هذا الوكيل ورأى عندي الجلسة رايد مأسول تدري وانجحت وعطاني أمري وعطاني ملابس وتحاكم على المدرمين وتحاكم على المدرمين وقدرهم شهر وهذا كان آخر شهر ودربت معه وطرعت بنجوح الحمد الله واشتغلنا هناك في جيش الشرقة في جيش الشرقة يوم حولت السنة أرجعت البلد مرة ثانية أرجعت أرجعت سنتين أو ثلاث أرجعت واشتغلت في القطع مرة أخرى أرجعت في الجيش في الجيش أرجعت في الجيش حدود ثلاث سنوات أو أربعة سنوات وطرعت ثميت فترة بعدين أرجعت أرجعت ثانية مرة تعلمت في دبي على حسابي جميل على حسابي خلصت التعليم كان الشيخ الزايد بدل أخوه شخبوت هذا كل يوم وعمل طريقة من بوطبي إلى العين جاء وعمل مكانات شركة تسرع تسرع يقول هزع البوش هزع البوش كان في الشركة الوسطى حصلت واحد سومالي شقلني 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 في حدود سنة جوني الناس من الشركة من الجبهة وقال لي أريد ترجع ضفع تعذرتهم تعذرتهم إنهم قلت مع البوش قريبا تعبت من أجل والمكان لم يكن ولم يكن فقط تشغلت تشغلت تتاقبوا من هناك إلى العين كانوا اركاب من عبريق قنب حطب إلى العين تباع عن الحطب وتقابل صحام وإنسان المحتاج تعبرني بلو يوصلهم إلى الدبي ما حصلت شي مطاعي حصلت أولاد عنده بكره قلوه هو الشقال في القيش في القيش أكثر أبوظبي وقال فوق ناقته من عبريق ما حصل حد رقاحه رابطها بيعطيها قط وحصلت عليه أنه قدري ثلاث يام هناك قلت هذا الناقى وش فيه قبرك قال هذا الناقى أن شقال هنا وأنا من عبريق وما حصله وكان ناس يجوه ما حد قال قلت لو إذا كان حصلت في عبريق من إلها قال لي تعرف من أنت في بعض قلت لنعرف طويل الشبير الحمود العفاري شيخ الحديث قال لما زوجي بنده قلت قشي السماني وحطيته بشديته على الناقى وقلت الناقى فوقت الوادي قبض قضيتها ليلها ساعة ثلاث صار بالنوم أنا pendant مقلاốtos إنها وقت نور وأنشبت النار وعندي شولة ويفكها grownك في طريقة قحة أ BLACKIF قمت عن أ القبض قمت عن أربوب قندوبية هناك الله الحمد قال سريتها شاف عينها هناك قال سريتها قلت إذا سريتها استرت 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 الراكب سقاها وطهقت بعدين ظرفها عقدة روحها قلت للي رد من طيب اللي تصلني أهلي في ضفاء ردت وصلني ضفاء قال يا أحمد الحين قيوب السرية قال ما عدي روح قلت للي روح ما عدي إلا روح روح دول لنا قلت توصلها لي قال لا عرف رجل بلوش عنده بعير ويتعونه بعير حشين إذا حصلنا عد ما باعوه هذا بعير ما بس لك أهلك إن شاء الله راح هو ولده هو عنده استخبرات عطوه قرقش هند الوفاء هو طوير ولده بسوق روحوا حصلوا بعير شتروا شلعوا كلهم قالوا مشتروا لي زاد 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 بعير جوني الطحين طحين وعندي أنا قربة واشتروا للقربة واحدة نيت جوني العرب قد عندي منطية عندي بعرش ركبتها شلتها من الدول عندما تركبت ركبتها وقربت فيها قربتها وقربتها وحطيت مخابيط في المحزن وتوكلت وقربتها بعير بعد يومين عندي صحرة صحرة وقربتها مرتين 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 وأنا قهوة بعد يومين ثلاث يام أعمل نصف ثلاثة بعيش قهوة وثلاثة رطبات أربعة رطبات بس وقهوة الشاي مرتين حتى وصلت نقوق حتى وصلت نقوق من هناك ما مات بمطابي حصلت حر مع حرصوزي أنا عندي فناكين حصل قهوتني في كوتي اسمه كوتي سلثة حطت عليه خلقه مات ونقوق سلثت ستة فنقوق من الخط وطي ستة فنقوق قلت سلاثة قلت لها لدي فنقوق ونعرف أنه ما لا لا خليق شريق شربت هذه الحنيب وشديت بعينه وصلت منها ليومين ثالثي يلتق فوقها أجنوب هذا مركز هيمة هذه المرة فوقها مكينة شركة حفرة مكينة هناك وحفرة مكينة هناك وصلت بسرعة حراسيس وقالت قرأتهم قسموا للبعير وقسموا للعرب قسموا للبعير وقسموا للعصر وقسموا للزيدوني تمر للبعير وقسموا للعصر و هناك الخصفة من مرموء باقي خمس كيلو شمال هذا كان في الشركة سيرفس تنقب هناك تنقب هناك عملوا بيب كذلك يقفوا اعطوات اليمنج تحمروا هناك و يطلقوا فيه و يطلقوا في الواير و يطلقوا في الحمو و يطلقوا في الى الناس و يطلقوا في الواراء يطلقوا لك و تنزل و أعطوات اليمنجر 30 أو 40 متر الميذة طلعتهم ولو كانوا طلعتهم من الثلاجة بردا بردا بعيري فقيته بعيري فقيته أربعة قرب ما خيله طلوع قبته ليموت كان جو حر كان جو حر الصبح فقيته حتى الويته الصبح بعدين قصلت له من غاف وصلت إلى غاف وقلت له من غيري وقيته هناك وقربت عنزة وقربت عنزة وقربت عنزة وقربت كرشها وقربتها وقربت شاكت كده لعمها وقربتها يوم بروح حصلت يبسة قلت يبسة قلت بهذا تقول خش في جوني صغيرة حطيت في جوني صغيرة قربت مكاثر الحرارة قربت وقربت أتعاف وقربت انا عندي طربال إذا لم يكن هناك أي طربة لتضع طرف فوقه وعندي ثلاث حطب تصوّل نفسك مكان يوم الثانية جئت غريباً جئت الله رحمن الله يوم الثانية جئت صعيد لا يبدعمه هذا لا يوم الثانية جئت يوم الثانية جئت لديه عشر بوش مرافق يوم الثانية جئت بينه وبينه مرميح أحصاها لكن في الساعة لا يتحرك أنا أضعتها في شقرة كبيرة عزيت بعيري فيها لكي نطلق يحسر الارض في شيء من برودة ينيخ به لا يتحرك وأنا أضعتها فوقه ورقدت طحت الورق العساء ثلث عملت شاهي قهوة ما شاهي قالك شليت حطاب وش خط فيهم والله كان حطيتهم بطروب يا الله حطاب مكثر على الحرارة عملت قهوات قهوة وشدت بعيري وبروخ صبح وردي فوق صبح وش خط وقق قال انا ثرته وقق قالت وقق وقق قالت حصل أثر الارجاء قالت وحصلت حصلك عندما ما قيلت وحصلت بعيرك حصلت أثريك قال أثريك حصلتك أنا قدع أشوفك لكن عرفت أن أثريك ما الكبل قلت أثريك أن هذا الكبل يكون قوي غرف البدوي قال يكون ما فيه شي لحن قال يكون كدع احترق يكون ما يجب من الصحراء قالوا بعدين ذا مشاء البدوي ذا مشاء يقول كذا وراء قال إنه القبل قال ما شو يمشيتو يمشيتو نزلت نظور في وصع شفت النار بتشب بتزيت يوم وصلت أنا بين عشر خطوات شفت الشجر كذا خطيته إنه أختي بعيري خطيت عنه وقيده وقالت هنا الحروم بعدها الحين حياة إن شاء الله شلمت علي مدى التعلي قرأت تريد أن تباح لك تباح ناقة قلت لي ما يريدنا تعالي أعطيته دمع أعطيته عيش لذلك أعطيته هذا ما لديه أعطيته أعطيته منه أكثر وقلت لقد أعطيته حليب الغلم في منه حليب أعطيته حليب لقد أبتعثم تروسة أعذبت فيه وأجلت شربت هذه الصفية كلها وعدين نمت الصباح رأيت عندي وقت استبعني أمشان الماء كلهم يتجل فوق الماء يروحون بعد العساء سلم معها وسلم عندما تتحط ما عندنهوش كثير بقى عشرين في وقتها تباتل هناك وعند الصباح تلقى عني تلقى عن فوق الماء أنا حطيت بعيني فوق نزلت عن البعير وزقيته وقصلته هناك شجرة شجرة كبيرة في الداخل على القبل وحطيته فوقه وهين تحتي الجوه العزيز طالعين من غفاء بالشرقي الشيخ العزيز وعنده أربعة أرض خالي ذكرت الحروم قالت عربك وتعشوك حسب أن الناس حرامين أركاب داخل خمسة وقالت 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 بعض العربة تعشوك 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 أنا من تغيدي ما تخوز من باطئ ما أضعها إذا بيشتغل شيء من تغيدي في باطئ خور خائف حطيت فوقه من خمسة كور وقالوا وقد كنت تطور قمسة ودائها وقالوا 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 محمد بن عكس ونتظر بالربيعة بإرادة وقالوا 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 وقد تعرف ما هي لأنه أنت أعرف أين هو قال إذا هم بعد الصحير يقول طبعا أمر كذا إرطاني بعد الصحير ترث غذا سيش شاب الحال يلقى شقيق الحين كريم محمد بن سايد الله الحمد وطوب كي حانت عمره تخل عمك الأبو منه صارت ديرت أفضل أمره تخلق محمد صارت أمره تخلق العيش على الأحركات ونطرع النمس من قوة محمد أمره تخلق خي لا يسخي بشي أمره لا 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 أمه غارب من هالحميد قال إذا هديدي غايق ينوكم من دبي أمره تخلق قدي دين حلب بوش بوشيون البن قطبت أنا وأنا روح وهم رقعوا معاه راحوا معاه ليه 28 يوم حتى وصلت أهلي بالليلة تحت مدينة الحق 28 يوم من عبري من عبري تذكر الشيخ أحمد تقريبا سنة كم؟ تقريبا 68 67 67 67 68 من خلال 28 يوم كيف الجمل كيف كان وضعه؟ الجمل لا لا أمدا أنا أطعمه الصبح أعطيت همم بالليل أعطيه طحين عجر له طحين أعطيه ثلاث القب وأنا أحاول فيه اللكر الشقر عندما يكون الشقر عنده قذرة الضرب الشقر قصر له على أساس أنه تطعمه نعم لكي ينتفع بشيء جميل الشيخ أحمد صراحة قصة مثرية وفيها من العبر وفيها من الكفاح الشيخ أحمد تقريبا أنت سافرت في بداية الخمسينيات أو منتصف الخمسينيات إلى الخليج أول سفرة ورجعت هذه القصة تقريبا في أو آخر الستينيات أرجعت قبلها أكثر من مرة تروح وترجع حلقتك جميلة ما شاء الله فيها من القصص الممتازة وإجزائك الله خير الشيخ أحمد جزائكم الله خير الله يطول عماركم جزائكم الله خير أشكركم على هذا اللقاء و أحييكم الله يحفظك في آخر هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكر الشيخ أحمد بن علي بن عمر البطحري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله